ده موضوع بقى كده زي سلوجن أو زي كوت أوكي إكسبيكتيشنز فيرسز ريالتي أو التوقعات في مقابل الواقع صحيح ليه إحنا بقى سقف توقعاتنا عالي أوي ليه إحنا بقينا دايماً متوقعين أنه الجواز حيدينينا كل حاجة وأن الحياة الزوجية حتحقق لنا كل أحلامنا وأن سعادتنا مترتبة وحتقوم بعد ما حياتنا الزوجية تحصل وتتحقق ليه ما عندنا سقف توقعات في كل حاجة في الحياة مش بس الجواز يا شري على الفكرة لما قعدت أفكر كده لقيت أنه إحنا سقف توقعاتنا في كل حاجة في الحياة يعني واحدة صحبتي كمسر عاملة من كام يوم قاعدة عندها عندها بيت في حمام سباحة لطيف زريف فعزم الأصدقاء والعيلة بعد ما خلصت القاعدة بتتكلم معينا فبتقول لنا على الفكرة أنا ما تنبسطتش خالص معين القاعدة كانت جميلة جداً أنتوا مبسطتوا كلنا مبسطت هي لأ هي أو يعني هي السبب معين وأنا حكيولك أنا ما مبسطتش خالص أنا كنت متوقعة أن اليوم هيعدي بشكل مختلف ليه يا بنتي لا لا زي زمان زي ما كنا من مبسط زمان وإحنا لسه عندنا عشرين سنة حاسة أن إحنا ما مبسطناش زي الأول دايماً توقعاتنا بما هو أنت كل ما بتوصلي الحتة بتيبقي متوقعة اللي أعلى واللي أعلى فبيبطل اللي كان بيبسطك زمان يبسطك دلوقتي منتفق معاكي آه أنه إحنا سقف توقعاتنا بقت كبيرة جداً لأن إحنا بقينا نقارن 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 مش بس نفسينا بزمان نقارن نقارن نفسينا حوالي بنت خالتي وبهدي وبمعين واندي عملت حفلة بكت أحلى ودي بقى جابت للعيال عربية آيس كريم بس دي جابت عربية فشار وعربية بطاطا ودورة بقى لو هو إيه كل ما تزيد الحاجات الكتيرة يبقى إحنا مفترض بالضرورة ننبسط بس الحياة النه لا لا خالص فإحنا السوشيال ميديا عملت دا عندنا طبعا وخلقت عندنا مجالات كتيرة للتنافس وبقى إنا تنافسيين قوي وبقيت الحياة الاجتماعية مش بسيطة صحيح السعادة ما بقتش من الحياة البسيطة بس في حاجة بقى أنا مستغربوها ما أنت بتقولي ما تتوقعوش وترفعوش سقف التوقعات فيما يتعلق بالملف الجواز أما العمل ايه؟ ما أنا لازم أتوقع يعني ما أنا لازم أرسل أحلام أيوة سقف التميت إني هبقى سعيدة طيب وإنه هيبقى راجل وفي ومخلص ورومانسي ولذيذ أما لأنا ليه بتجوزه طيب أنا هبتجوزه علشان أعمل حياة مختلفة وأنا فيها سعيدة وبأنا فيها مستقلة وبأنا فيها مع راجل بيشبع لي كتير من الرغبات والاحتياجات وأبقى مستقرة نفسيا وساند عليه دا حقيقي بس إيه اللي تتوقعي بقى وإيه اللي ما تتوقعيهوش؟ آه في حاجات نتوقعها وفي حاجات لا نتوقعها بيقولك إيه بقى في حاجات ما ينفعش نتنازل عنها ولازم تتوقعيها في الجواز وده يبقى حقك 100% الإلتزام تجاهل علاقة إن الشخص يكون ملتزم ومخلص طبعا أوكي تحمل المسئولية حلو كده الكلام اللطيفه اللي وده بس قد إيه وبقى أنه قدر شوفه خد يبالك ثقفك طوله إيه؟ عالوه إيه؟ ما أنت ممكن يبقى ثقفك حلو كده وممكن يبقى ثقفك عالي يعني ممكن الراجل يقولك كلام اللطيف بس دايما مش كفاية أنت دايما عايز أكتر ما برضو ثقفك هو اللي بيحكم الموضوع الاحترام المتبادل صحيح ده تتوقعيه وتطلديه من حقك ما يبقىش تنازل عن الالتزام المسئولية الالتزام والموادة والاحترام المتبادل من حقك أن تاخدي وقت ليكي معاه ويبقى فيه تواصل بينك وبينه يبقىش طول النهار برة صح من حقك تتوقعي الاهتمام والمساندة والدعم والتشجيع والمشاركة طب احنا مش نقصنا حقا كده احترام أهلك وأصدقائك برضو من حقك أنك تتوقعي بس شوفي بقى ما قالش السعادة يعني ما قالش في الحاجات دي أنه لازم تتوقعي أنه يوفر لك السعادة فهمتي فهمتي